سورة قصيرة إذا قرأتها سبع مرات تقضى كل حاجاتك المستنصية في نفس اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلا وليس أمرا أكتبوا في تعليق اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه الطاهرين واضغطوا على زر الإعجاب لأعرف كم مسلما صلى معنا على النبي عليه الصلاة والسلام كما ترون في العنوان اليوم بإذن الله تعالى سأعطيكم صورة لقضاء الحاجات المستعصية في نفس اليوم مهما كانت مستحيلة جربها وسترى العجائب كل الحاجات التي تراها مستحيلة المنال وأنت في أمس الحاجة إليها اليوم بهذه الصورة ستتحقق كل حاجاتك المستعصية عليكم فقط بالني واليقين في الله تعالى وفي القرآن الكريم فكما تعلمون أن على نياتكم ترزقون والقرآن الكريم كله رزق وبركة وهذه الصورة هي صورة الشرح داوموا على قراءتها سبع مرات في أي وقت تريدون سواء في الصباح أو المساء اقرأوها سبع مرات بنية تحقيق الحاجات المستعصية وستلاحظون الفرق في حياتكم لكن عليكم أن تكونوا على طهارة وتخشع